السلام عليكم معكم زيجي اسباق وفوزة ليبيان اليوم ما جيت نقول لكم جيت نهضر في موضوع ولكن اليوم جيت نهضر معكم في كاريتا فاجعة عرفة عمدينة تازا يوم الاثنين في المصرع ديال واحد طفل اللي مكي جاوش عشر سنين وكان نبغي وعندي الشرف أن نتقدم بالتعزيل حارة لعائلة الفاقد الاسم ديالهم الشينو والبنية على عمدينة وعلى ساكينة سمدينة تازا كاملة أريد أن نقول لكم إن الله وإننا راجعون والله يبدو المحبة وصبر والله يرحمه ويسع عليه فالطفل كان مدراسة وطحفة الحفرة التي تجاوز العمق ثلاثة الأمطار بوجعنا جاء جهة قلدامان والحفرة تكون دارها الحفرة تدارها المجلس الإقليمي بمدينة تازا برئاسة عبدالواحد المسعودي والحفرة تدارت لأن هناك شركة الشركة الأعضاء هي المجلس الإقليمي شركة اسمية صدب شركة تنمية التي يريد أن تصنع طرق القراوية الشركة الرأس المال 30 مليون درهم وهي شركة مساهمة الحفرة تحفرص بدون رخصة والتخذات تصنعها بدون رخصة ثلاثة الغابة الأصلة التي تضرع عليها وغابة المعاصرة التي تدويب عليها ما هي العدم المهنية؟ ما هي عدم الإحساس بالمسؤولية؟ ما هي المبالات؟ ما هي الاستهتار؟ ما هي الاستهزاء؟ بحماية المواطن؟ ما هي المعشر السنوات مية التي تصنعها judge وضعته في طفلة وضعته في العناة والاهراح Person هدخes في بعض الحزن وعينها جسية ابني تصنعه شيئا الشعب اشترككم رفريمو غريب تدعون الأصالة وليس من الأصالة تحفر أصاحبي بلا لقصة وتدعون المعاصرة وليس من المعاصرة تحفر مدير طابلكة حتى اناره بشبين او تضيب لديك المكان في شيء حفره اللي تقدر تقتل بناده وبالكثير من الساكينة المدينة لم يساقوا الخبار لماذا ستكون غياب سام ونوم عميق للمجتمع المداني جمعية حقوق الإنسان جمعية حقوق الطائف جمعية حقوق الأشبال جمعية قوة جمعية قوة الجمعية انا نعرف لماذا؟ علاقة بالمناح نحن نحتاجين لكم في هذه المواضيع ما عندنا ما ندلو بكم مره 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 تجيب لي عشرين بنادم ونحن ندرسة ونحن ندرسة ونحن ندرسة بجرد البلدية نحن 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 ندرسة هذا هو الواقع البرد الذي يضع حياته ودر عائلته سيتحمق بسبب ما؟ بسبب مسؤولين انا اكتشفت ان المواطن لا يبقى يدر الكوارث الكوارث يدرونها غير المسؤولين فكيف يعقل ان شركة اسمتها صوديب بالرأس المالدية كيفما قلت ثلاثين مليون درهم ما قدرش تدر بلاكا ما قدرش تجيب رخصة إن لله وإن إله راجع إن لله وإن إله راجع سعدنا في المسعودي لا في المجال الحضاري لا في المجال القراوي الحزن والبؤس كنا هنا تشويات السعادة ما شفناها معكم الإخوان تشويات السعادة اسماؤكم على غير مسلمة صراحة لا مهانية واستهطر ولا مبالاة لا السمهونة قصص فبا لماذا نحن لا كائنة حية نحن باشرة صعبة نحن إنسان بكراماتنا وشرفنا وتاريخينا سمعت بلد تفتح تحقيق المقاول الروشرجي ولكن أنا كنا نقول التحقيق السعادة تفتح في وجهة المجلس الإقليمي كامل كل شيء سيتحاسب من رئيسه إلى آخر عنقوده لكي نكون متفاهمين هذه الناس كاملين مشاركين في هذه الجريمة التي أنا كنا نعتبرها جريمة وليس كاملين مدنيا حضر معنا الله يرحم الوالدين الجمعيات سوف نتاكلين عليكم تحضروا معنا شكرا بزاف على الجميع شكرا بزاف على الكتابات على التعليمي أنا كن هضر المصلحة العامة وكان بغين هضر المصلحة العامة وهذا هو الهدف ديالي والله على ما أقلوه شهيد لكم ونترى الخايبين أنا لم أكلمهم لماذا تشعروا مسؤولين اللي دازوا اللي مازالين فقدون الأمل في الإصلاح وسكينت تازا فقدت التقيق في أي واحد كي هضر على الإصلاح فقدت السكينت التقيق ولكن الإخوان رأي الأمل في الله الأمل ليس في المسؤولين والأمل ليس في واحد الأمل في الله الأمل في روح التعاون الأمل هو أن نقلصه آطاب الأمل هو أن يرسلوني ورسل لكم اقترحوا عليها ونقترح عليكم نريد أن نزيدوا هذه المدينة قليلا أرى لا تقوموا بها لا تخلص لها مجاية لا يهمني غير هذه المدينة وماذا يقع في هذه المدينة حيث هذا شيء لا يبقى سمحوا لي كثيرا إلى طولة عليكم إن شاء الله نستطيع أن نتلقى في فيديو أخر في شاشة أخرى شكرا لكثيرا شكرا لكثيرا تازا موروكو تازا إكس بخيس تازا مدينتي 24 24 المرصد الإخباري شكرا لكثيرا 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 أنا أرى هذه الإشارة لأي واحد لأي اقتراح غير رسلوني وما يكوني الخيارة إن شاء الله شكرا لكثيرا سمحوا لي لطولت عليكم وخليت لكم راحة الله سبارك الله عليكم